السلام عليكم أجمعين كانت منتكن وبي خير وعلى خير مرحبا بكم اليوم في قناتي في اليوتيوب اليوم إن شاء الله نقطع عليكم أصابع الشوكولة أو صيغار ديال الشوكولات اللي كيجي زوين بزاف بيدون فرن بمكونات بسيطة كتحضروها بزربة المهم أنه كيجي زوين بزاف اللي عندي عندي هنا يا 500 غرام ديال الكوكاو مقش مسلوق ومقشر له ومحمر في الفران ومطحون عندي هنا يا وطحنته زائد عندي هنا يا وحد 550 غرام ديال البيسكوي مطحون كذلك تهوة كنخلطهم هكا كاملين عندي نصف نصف الكمية ديال الكوكاو ديال الكوكاو كنديرها بيسكوي كنكمل بيها البيسكوي عندي هنا يا وحد المعالقة ديال الزبدة كبيرة كدوبتها وممكن تمدروها انها نوازت انها تخليوها فوق البطاة تتضبقت طيب مزيان وكتعطي واحد الماضاق زوين عندي هنا واحد المعالقة ديال الكراميل بصراحة الكراميل كيجي زوين في هذه الحشوة هدي كيعطيها واحد تعليقة رائعة وكيعطي كيفرزوا ذاك الماضاق ديال الكوكاو وما بين البيسكوي كيعطيه ماضاق اخر كيجي زوين بزاف وزائد تعليقة اللي كتعطيه واللون كذلك مهم ان اللي ما عندهاش ممكن ان تصغنع له تدير غير معلقة ديال الزبدة كبيرة تكون دوبة ومن الاحسن تديرها نوازات واللي عندها ممكن تستعمله ممكن كذلك تصوبه غير في الطر كيما كتشوفون كان بقى نمسج هاد العناصر مع بعدي حتى كتولي لي مرملها مزيان مهم ان اخصنا دخل ذاك العناصر في هاد الخليط هادا باش كتعطيه واحد ترميله كيما كتشوفو انا رملتها كبيدي تساوي اللي مرمل كيما كتشوفو كنجمعو هنايا عندي هنايا لاسل العسل انتما العسل اللي يكتاكلوا العادية هذه العسل الكاتفترو بها اللي كتستعملوها في الطار أو المصوبك كذلك في الطار كتتتجنو بها وبالنسبة الابنات اللي مه حس Hank ممكن انها تدير داك نسلي كاراميل ممكن انها تجمع به او كيعطيه واحد للدخدون كي يجمع به كيعطيه واحد للدخدون كما كتشوفو كان جمع هذا العناصب بالعسل أنا استعملت هنا يا عندي واحد ثلاثة المعالقة ديال العسل الكبارين جمعوا لي هذه الحشوة هذه المهم أنها خاصة تكون كما كتشوفو خاص العجين تقدر أنها تكون تكور في اليد ديروا واحد الكويرة لتكورات لكم المصافرات تعرفوا أن الحشوة النارات بركة عليها من الاسل كما كتشوفو كان قطحها هنا يا واحد القيطة جاتني هنا يا واحد العشرة ديال القيطة اللي باش كتسهل عليها باش نقدر أنني نلويها ونديرها على شكل شارطة باش كتسهل علي الخدمة كما كتشوفو كان قطع القطع بحركة انتم على حسب القدرة ديالكم أنكم اللي تقدروا أنكم تخدموا بيها قطعوها ما يمكن مسح البلاصم زيال باللي نخدم بيها باش ما يبقى لش عندي شي حاجة لي تضايقني وكان مقان اللوي هكا بالأصابيع ديالي غيب أطراف الأصابيع غيب شوية على ما كتتاخد لي وحد الحجم اللي تكون رقيقة حيث مخصش جي غليدة بزاف منها كتعطينا العدد منها أنها مكاديش مكاديش مجلدة بزاف مهم حتى تتولي لي شارط طويل هكا معاوط ما يكونش رقيق بزاف عوثاني وما يكونش غليد باش ما يجينيش غليدة بزاف كيما كتشوفو كنحاول نقرسها واحد شي شوية باش كتقبط لي واحد الفورمة ما هي متساوية كنوضحها هنا في واحد اللطة لا تدخلي للتلاجة باش كتعط كتزيد تقبط راسها كتر باش نقدر نحشوها بالشوكولة ما تكسر لي ما تتحاجة كتقبط لي هكا هاد الفورمة هكا كنديرها في التلاجة هنا يا وكنا حاول نعوطها وكنا نقرسها كيما قولكم كتقرسوها واحد شي شوية باش كتتاخد واحد الفورمة ديالها مهم البنات منين كتدخلوها تلاجة حاولوا انكم تغطوها بشي بلاستيكا باش ما كتشمش ليكم كيما كتشوفو انا راني كنت ديجا ديرا واحد اللطة انها باش صوبتها ودرتها في التلاجة باش باش تيبس لي باش سبرد ليه مزيان ونكمل الخدمة المهم انا دوبت الشوكولات خطيت واحد القطعة ديال الشوكولات دوبتها مهم كتاخدو انا هنا يا رس تغلقات لي واحد نص باكية المهم في هاد في هاد الخليط كامر نص باكية ديال الشوكولات هي اللي اللي خدمت بيها المهم كنحاول انني نسرحها على ذاك على ذاك الاصابع على ذاك العاجين ديال الكوكو بيسكوي كنقدها مزيان وكنقد غير غيب شوية كتقدو الجوانب ولكن كتديرو واحد كتديرو واحد واحد طبقة ساميكة ديال الشوكولات باش كتجي هام غيبها مزيان لانني انا فضلت اندير غيب الفوق وفي الملتحت ما بغيتش ندير لانا ندير تم واحد انت داك الكوكولات اللي ديال الحلوة انتو ما ممكن انكم تولي وتقلبوها وديرو تمل تحت على ما تيبس لكم على ما تيبس لكم من الفوق ممكن انكم تقلبو الأشريطة وديرو من تحت انا فضلتها غيب تكون غيب من الفوق كما قلت لكم المهم الطريقة اللي اتخدمو بها هي هدي كتوضعو الشوكولات على الشريط كامل وكتحولو تتحولو تترحو بمعالقة ولا بها السباتيو ولا بمعالقة المهم على الجواني بركزوهم زيان البنات على الجواني باش ما تبقاش داك الحشوة كتبا كما قلت لكم كم يمكن تريدو طبقة سميكة دية الشوكولات سا في كتبقاو تتتمرو كي نحاول اني ننركز على الجوانيب باش كنعطيهم واحد باش ما كيبقاوش بين ذاك العاجين كما كتشوفو كم قنصة سمار أنا هاكا على ما نكمل وكنو اللي رجحو من تلاجع أو تيني بردو كم يمكن قبطوه كما تشوفوا انا هات الشكلات اللي بقالية انا كمت الاصابيع ديالي وهات الشكلات اللي بقالية زيت عليه واحد العشرة القطع ديال الشكلات ابيض ودرتو في حمام مريم او في البامغي كما تشوفوا درتو هنا في هاد القراءة هدي اللي كتكب غير غير شوية كنحاول نزوقهم نزوقهم باشريطة ديال الشكلات ديال الشكلات درست داك الشكلات البيض باش كيفتح داك الشكلات الكحلو كيعطي واحد الاختلاف باش كيبانو داك الاشريطة كما تشوفوا ممكن انكم تستعملوا غير شكلات الابيض فقط لغا لعجبكم ما لعجبكم زوق لي زوقت به انا ممكن تديرو بحالي كدلك المهم كان بقامشي بالاشريطة حتى تندير جميع الاصابيع كان نشهم هكا به هاتك الشكلات وحاولوا انكم تخليوشوا واحد الفارغ كبير المهم ديرو الشريطة رقيقة ومقدمة عبعدياتها مني بس ليا ديال الشكلات هدا كان ناخد واحد الشريط وكان نحاول انني نقطعه على شكل الصيجر كان نحاول ان نحاول ان نحاول ان نحاول ان ذاك الزوائد كما تشوفوا كان نحاول ان ذاك الزوائد وكان ندير داك كان قطعه واحد القطعة وكان مقا يلي كان ناخد عليها القياس كما تشوفوا يلي كان ناخد عليها القياس وكان مقا ماشي هكا باش كيجيوني قد قد وما كيجينيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة مهم كيجيوني انجتوا ما اخدوا القياس اللي بغيتوا عينيكم ميزانكم وكان تبقى وماشيين هكا باش كيجيني نفس القياس كما كتشوفوا انبقى انا ماشيا بنفس الطريقة علما نكمل الشريطة ديالي سافي وكان وضحهم في ذاك الكويغطة ديال الحلوة كذلك كيعطيوا حض المنظر زوين بغيتوا انكم تخليهم غير هكا ماشي ومشكي ميك من الاحسن ديروا لهم ذاك الكويغطات لانني انا لانني انا ما ما مصوبش الشكلات اللي تحت ومخصي بقيبان ذاك العيب كيما كتشوفوا خديس هادو ديال خديس هاد الكويغطات كو حل انتم اخوضوا اي شكل بغيتوا اي لون بغيتوا كتوضحوهم هكا في هادك الكويغطة ديال الحلوة وكيجي الشكل ديالهم هكا كيجي البناس كما كتشوفوا لاني قرر الخمزين كيجي 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 رائع صراحة كنت من الصراحة تعجبكم هادو الحلوة لانا را سريعة ضغية ضغية كتجيزوينة بزاف كم قنستمر انا هكا وكان وضح في العلبة ديالي اللي كتضو لا تدخلي لتلاجة مو يمو ضعوهم نيشنا البناس في العلبة لا تدخل لتلاجة باش كتسهلوا عليكم الامورية او الخدمة سافي وكتحاولوا انكم تغطيوها بوحد البلاستيك باش ما تشمل لكمش لاناكم عارفين شكلات انه كيش شم ضغية كيما كتشوفوها والطبق ديال الحلوة وجدلية صراحة كيجي رائع فلا في الماضاق لا في الشكل مو يقولوا الاهم انه سريع وما فيش واحد ساعة بزاف باش كتبقي ساعات وساعات ووقفة في الكوزينة كتطيبي كتصوبوا حلوة وصراحة كيجي منظر ديالها زوين وطف الماضاق كنت من اتجربوا صراحة هاد الوصفة هدي وتردو عليها في كومنتير وما تبخلوش عليها باللايك وكومنتير وشكرا على المتابعة ديالكم وعلى اي حاجة على المشاهدة ديالكم وان شاء الله انتلاقا في وصفة حلوة او في وصفة جاية ان شاء الله